نجحت شركات التكنولوجيا الصينية مثل PYD في الابتكار التكنولوجي وساهمت في خطات الصين للوصول إلى الحياد الكربوني دعونا نلقي نظرة من خلال التقرير التالي تلعب الصين دوراً رائداً في العالم في مجال النقل المخفض الكربون ويوجد في الصين أكثر من عشرة ملايين سيارة تعمل بالطاقة الجديدة تسير في شوارع البلاد ما يمثل نصف إجمال السيارات العاملة بالطاقة الجديدة في العالم من المقرر أن تحقق الصين هدفين اثنين من الأهداف الخضراء المتمثلة في بلوغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ذروتها بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 رداً على ذلك اقترحت شركة PYD الشركة الرائدة في العالم في مجال صناعة مركبات الطاقة الجديدة ثلاث عمليات لتخفيض انبعاثات السيارات أولاً في وسائل النقل العام وسيارات الأجرى وطلب السيارات عبر الإنترنت ثم في الشاحنات الحضرية والمركبات الخاصة وأخيراً في قطاع السيارات الخاصة كانت PYD الباعة في المرتبة الأولى لسيارات الطاقة الجديدة في الصين لمدة تسع سنوات متتالية مما يدل على صحة استراتيجية الشركة وسحة الخيار وبصفة الشركة الرائدة في مجال مركبات الطاقة الجديدة لدينا المسؤولية والقوة لوضع علامة فارقة لهذه الصناعة أي المساعدة في خفض السهلاك الوقود لصناعة السيارات حتى الآن تجاوزت مبيعات سيارات الركاب بالطاقة الجديدة من PYD مليوني وحدة وتقول الشركة إن أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في ارتفاع حجم مبيعاتها هو الابتكار بالنسبة للشركة التي تمتلك 25 ألف براءة اختراع فإن بطارية الشفرة التي تم إصدارها في مارس 2020 هي إنجازها الرئيسي اجتازت بطارية الشفرة التي استخدم تقنية فوسفات حديد الليثيوم اختبار الوخز المعروف في الصناعة بأنه اختبار صعب للغاية فهي لم تحل فقط مشكلة سلامة البطارية بل أيضا مشكلة عنق الزجاج المتعلقة بالمعدن النادر يمكن رؤية بصمة مركبات الطاقة الجديدة لشركة BYD في أكثر من 400 مدينة في 70 دولة حول العالم الأمر الذي يجسد التطور المزدهر لصناعة مركبات الطاقة الجديدة في الصين في إطار هدف الكربون المزدوج